هذا هو رئيس مجلس وزراء العدو وهو يشارك في الأسبوع السيبراني في تل أبيب عام 2017 وهو المواظب دائما على حضور هذا المؤتمر السنوي إضافة إلى أرفع الشخصيات العسكرية والأمنية مع علاقة كل ذلك بلبنان فتش عن رعاة المؤتمر السنوي الشركة التي ترعى سنويا الأسبوع السيبراني في تل أبيب وهو من أبرز المؤتمرات للأمن السيبراني في العالم هي شركة ضف أنفلبس والتي سترعى المؤتمر نفسه الذي سيعقد مرة أخرى في أواخر هذا الشهر وتم تأجيره بسبب جائحة كورونا كما عرفت الشركة برعايتها يوم التحكيم الدولي الإسرائيلي الثاني في أذار الماضي إضافة إلى ورش عمل تكنولوجية وأمنية وصناعية مع علاقة الشركة بلبنان هي الشركة التي اشترت شركة كرول وكرول ليست سوى إحدى شركات التطقيق المالي التي انتدوتها الحكومة اللبنانية أنا للحقيقة ما بحثت بالموضوع بهدف شوف الدولة مع مين عم تتعامل أنا بموضوع خاص بتعلق بعملي عملت إجراءات العينية الموجبة عن إحدى الشركات الثلاث وهي شركة كرول وسعقت وتفاجأت بالنتائج اللي حصلت عليها واللي هي ارتباط وثيق وعضوة بين شركة كرول وكيان العدو الإسرائيلي لما نحكي بالارتباط الوثيق ما منكون عم نعني أنه إلى فرع بكيان العدو لأنه ممكن بعض الأشخاص يقولوا ما في كتير شركات عالمية موجودة نحن عم نحكي أنه هذا الارتباط قائم على تعاون استراتيجي وخاصة فيما يتعلق بالأمن السبراني لدرجة أنه شركة كرول هي شركة ترعى أسبوع الأمن السبراني في كيان العدو الإسرائيلي ولديها وجود أمني يعني تتعاون مع خبراء أمنيين في عدد من المجالات على الرغم من تحذيره الحكومة من ارتباطات الشركة قبل شهر ومقال آخر نشر في جريدة الأخبار يتناول فيه ارتباطات الشركة لم تحرك الحكومة ساكنا حتى يومنا هذا هذا سؤال مطروح وهذا سؤال تسأل عنه الدولة اللبنانية اليوم الحكومة بتقصير واضح وأيضا وزارة المالية عليها مسؤولية كبيرة إذا أنت بتفوت هذه الشركة فعلياً عم بتسلمها داتا مالية عن السواد الأعظم من المودعين اللبنانيين وبالتالي أنت بتكون عم بتخاطر أنه هذه الداتا تكون موجودة بإيد العدو الإسرائيلي الذي يتربص بلبنان عند كل مفترق أكان بالوضع الأمني أو بالوضع المالي اليوم المغتربين اللبنانيين اللي هن مودعين بالمصارف صاروا تحت خطر كتير كبير والمواطن اللبناني بغض النظر عن أي فئة انتمة وبغض النظر عن موقفه السياسي وبغض النظر عن موقعه هو فعلياً تحت خطورة أو مخاطر كتير كبيرة أنه يكون الداتا المالية الخاصة فيه صارت موجودة بإيدان العدو الإسرائيلي أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نقلو جهداً ولن نوفر مقاومة هذا ما جاء في البيان الوزاري قولاً في انتظار الأفعل آدم شمس الدين قناة الجديد